معلومات اضافية ولا انتم شغالين في الموضوع لوحدكم من الالف احنا كان عندنا خبرة زي ما انت حرك في مجال الروبوك ومجال الاليات عموما بس احنا لما بدأنا نحنا نشتغل الروبوط متقسم الميكانيكا اللي هو الميكانيكا والكنترول التحكم والسوفتوي احنا لما بدأنا في الميكانيكا قبلتنا مشكلة ان احنا مش هافين ان ننفذ البرتوات دي كلها الاجزاء دي فروحنا لمصانح بيه كتير وروحنا لمصانح انها تنفذ لنا الفكرة ما ادريتش اللي ساعدنا في كده التكنيات تعالية زي السري دي برينتر والحاجات دي هي دي ساعدتنا قوي ان احنا ننفذ البرتوات الميكانيكا ونفذناها الحمد للأكمال واجهة بعد كده ادخلنا في مجال الكنترول في الجزء الكنترول وبدأنا فيه الحمد لله وخلص فضلناها حاجات بسيطة ونخلص يعني من المنتظر امتى تنتهو تماما من المشروع وتبدأوا تجربوه بشكل عملي احنا شغالينا على المشروع بقالنا حوالي 7 شهور او 8 شهور وخلصنا الميكانيكس وخلصنا جزء كبير من الكنترول ان شاء الله مثلا حوالي 3 شهور او 4 شهور وهو المعروض ده الميكانيكس بتاعه كله ده النموذج بتاعنا وده ممكن ينزل يشتغل على طول على فكرة في الحاجات اللي انتو تكلمتوا عنها ولا ممكن ايه المهم اللي يقديها تاني لا هو دي صورة للنيدل اللي هتبقى ستشتغل كإندي إفتكتور للروبوت ده بحس انها ممكن توصل للمناطق اللي انا كنت لسا بقول لحضراتك عليها في موضوع فعملية التخدير تحديدا اه في عملية التخدير تحديدا وفي اي عملية هو النيدل الإبره هتبقى هي إندي إفتكتور للروبوت هتبقى فاخر دراه لو هما يرجعوا الصورة ثانية يعني ممكن هتبقى فاخر حتة في الروبوت ده آخر حتة في الروبوت دي ممكن تكون إبرة عادية زي اللي إحنا بنشتغل بيها زي التدبع يعني دي ممكن مثلاً مستقبلاً تطورناها حق تتغير يعني بيتغير شكلها أو ممكن تتغير استخداماتها هو عمتاً أي روبوت أرمي بيبقى لي الانديفكتور بتاعته الانديفكتور دي بيبقى ممكن أن أنا أعمل لها ريبليس ممكن أشتغل بنيدل زي اللي كانت مارود دل هو بيبقى آخر جزء المفوض الفعال ده الأساسي يعني أنتوا عمين الروبوت بكل الحاجات اللي فيها عشان نوصل للمرحلة النهائية اللي في طرف الإنديفكتور تمام تمام فدي ممكن تتغير دي ممكن تتغير ممكن تبقى نيدل زي اللي إحنا شفناها دي بتتحرك في 3D طبعاً بيبقى لها كنترول طبعاً بعد ما بتخش جوه جسم الإنسان بتحكم منا بيها بشوف أنا عايز أوصل فين بالزبط لأي خلايا فيه اختراعات تانية في المجال الطيبية موجودة في مصر بتم التعامل معها فعلاً ولا تجربتكو دي أو مشروعكو هيكون يمكن البداية؟ لا هو فيه روبوت واحد بس موجود في معدل أورام في جامعة الكهيرة الروبوت ده جراحي بس ما فيش حاجة للحقن زي ما احنا عاملنا الحقن ده ده بداية لينا احنا وبعد كده إن شاء الله هنعمل الروبوت الجراحي هو بالنسبة للحقن هو ثلاث نوعات بتوعي استخداماته احنا أول نوعات دي مهمة جداً لها الحقن عشان نوصل الدروجز اللي هي الأدوية للخلايا المصابة بالمرض بس احنا هي دي فايدتها إيه أن أي أدوية أي دواء له أثار الجانبية أثار الجانبية ساعت بتكون بسيطة ساعت بتكون صعبة جداً زي العلاج الكيميائي لأمراض السرطانية مثلاً ده بيكون صعب أو زي مثلاً بيكون حمراره جفاف الجلد بيكون سكوت شعر وعادة كرة الدم البيضاء ونقص المناعة كل دي أثار الجانبية ليه ويسهل حالة نفسية كمان للمريض ده كمان بيخلي المريض أن هو يستغنى عن علاج ممكن تجنوبها من خلال الزراع دي أنها تحقي الدواء بمجرد وصول الدروجز الأدوية للخلايا المصابة بالمرض بس لأن لو هي أصابة الخلايا استهدفت خلايا السليمة هتسبب كل الأثار الجانبية دي فمجرد وصول الدواء لأي مرض الدواء للخلايا المصابة بس إحنا كده نقدر إن إحنا نيضي على أثار الجانبية للدواء طيب توجهتوا لأي جهة عشان تحصلوا على دعم من حد يشجعك أو ممكن تشاركوا بالروبوت ده في مسابقات تانية زي كنا بنتكلم شوية عن مسابقات خاصة والمشروعات الصغيرة بحيث إن ممكن حد يرعاك ويقدم لكم الرعاية الكاملة ويستخدم بعد كده الجهاز طبعاً بعد تطويره في المستشفات المصرية بالفعل والله إحنا كنا شاركنا قبل كده في مؤتمر لوزارة التعليم العالي وجالنا منه شركة كده كانت هتقدم لنا دعم بالنسبة للسوفتوير لأنه كان الهاردوير إحنا كنا طبعاً عايزين دعم بس علشان نستنى الدعم كنا هنتأخر عن كده كتير فإحنا اشتغلنا إحنا بالمجود الزاتي في الميكانيكس وكان هيبقى فيه المفروض دعم للسوفتوير بس طبعاً بعد الأحداث اللي حصلت في البلد وكده فما كانش فيه فكرة إن إحنا هنستنى حد نشتغل فاشتغل نحن يعني أنتو اللي عملتوا برضو البرمجيات الخاصة بالمشروع كل الهاردوير حتى البردات والحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها ومازلنا شغالين بيها كل ده بمجود ذاتي يعني كان هيبقى فيه بس الأسف طبعاً أحوال البلد بتخلي يعني يمكن لو شاركته في مسابقة تانية يبقى فيه فرصة كمان أو يعني لو تواصلته مع جهة من الجهات تدعم الموضوع أكيد طبعاً وتعملوا فيه خطوات أفضل طب يعني فيه خطط مستقبلية لتطويره بشكل معين حاطين تصور لما بعد ما ينجح ان شاء الله ان انتو توروه بشكل أو بآخر احنا بنحاول ان احنا نتوره فعلاً يعني في المرحلة الأخيرة دي ان يكون راحة للدكتور وراحة للمريد كمان يعني فيه ناس كتير اول ما بتسمع الفكرة بتقول ده هيبقى صعب جداً للدكتور ان هو يوصل الدراجز للخلايا المصابة بالمرض لا هو كل حكاية ان احنا عايزين نعمل بعد كده ان هو يكون الدكتور قاعد قدام مونيتور أو شاشة كله يعمله ان هو باين قدامه جسم المريض بالكامل بالخلايا الجوه وكل جسمه كله يعمله الدكتور ان هو هيدغط بالماوز بتاع الشاشة ان هو هيدغط على النقطة المصابة بالمرض او الخلايا المصابة بالمرض كمان عايزين خلي خاصية ان هو يقدر ان هو يعمل زوم على المنطقة المصابة علشان يقدر ان هو يشوفها اكتر قدام مكانش هيقدر يشوفها بالعين المجردة هيقدر يشوفها قدامه على شاشة وكل ده وهو قاعد هيقدر ان هو يعمل سلكت مجرد ان هو يعمل سلكت الروبوت الروبوت قرما هيروح للخلايا المصابة ويحن فيه طيب بالنسبة لي التكلفة بتاعت الروبوت ده هل هي غالية يعني لو المشروع ده وصل لنهايته علشان ننتج منه اكتر من روبوت هل تكلفته بتبقى مرتفعة ولا ممكن بكل بساطة ننفذها في مصر والله هو انا لو هنقول على التكلفة هو طبعا بيحل مشاكل كتير بتغني عن اي تكلفة لان الخطأ في الحاجات الطبية دي بيبقى تمنه وروح او بيبقى تمنه ومرض صعب ان هو يتعالج بعد كده ففكرة ان هو مكلف قد ايه ما اعتقدش ان هو هيبقى مكلف قوي لدرجة ان هو يغني عن الاثار اللي هيشيلها او هيغني عن المشاكل اللي هيحلها المشاكل دي كنا لقناها فعلا لان احنا نزلنا مستشفيات وشفنا المشاكل اللي بيواجهها الدكتور بيواجهها المريض بيواجهها اي حد لما بيبقى فيه موضوع تغدير في حتة معينة في حتة عايزة دكتور استشاري دكتور استشاري ده طبعا مش موجود دلوقتي وفيه تكلفة عالية وطبعا المستشفيات مش على قد المستوى اللي احنا عارفينه طيب يعني سؤال اخير بتتوجه مين او بتنتظروا الدعم مين في فترة مقبلة هل هتتوجهوا لوزارة الصحة مثلا او حد ممكن يساعدكو فان انتو تكملوا المشروع بتاعكو بحيس انه يبقى فعلا موجود على رضي احنا نتمنى ان احنا وزارة الصحة ندعمنا لان المشروع ده مهم جدا خصوصا كمان لمستشفيات زي المستشفيات سرطانية مثلا نتيجة النقص المناعة بسبب الاثار الجانبية اللي اللي هلاجي الكيميوي هما بيوفروا درجة تعقيم عليها جدا وغرف كمان للمرضى ربط قرم كل اللي هعمله انه هو يوصل لخلايا المساوى بس فهيمنع كل الاثار الجانبية دي فالمناعة مش هتنقص وكمان كرات الدم البيضان مش هتنقص المناعة هتكون كويسة جدا مش هيدر انه يكون عرضة لأي مرض يعني مش هتحكزه في المستشفى مجرد انه بيروح ياخد جلسة العلاج بالروبط قرم بس وبعدك يبيركع المهم نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونشوف المشروع ده موجود على ارض الواقع باكي ممكن يكون امل لناس كتير في فكرة الاعراض الجانبية للامراض الخطيرة وفكرة التخدير انه يتم بشكل اكثر دقة لانه تجنب احيانا اخطاء الاطباء بشكرك شكرا جزيلا منس امير نيجي احد اعضاء فريق ذراع روبط شكرا على وجودك معنا كمان بشكر منس اسلام عسمة احد اعضاء فريق ذراع روبط شكرا جزيلا شكرا جزيلا شاهدين خلونا نفكركم بسؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك نهاردة وكان متعلق بفكرة الهاكرز الاقلاقي وما هو سر اهتمام الشباب العربي بالهاكرز والاختراق وكيف يمكن الاستفادة منطقة الشباب في هذا المجال ويمكن جت لنا بعض التعليقات من ضمنها هيثم انوار اللي بيقول طبعا يمكن الاستفادة خصوصا في الاماكن الحساسة في الدولة بدل مهاجمة اجهزة الدولة نعمل على حفظها من خلال هذه الفكرة ابراهيم شريف عندما يقوم الشباب العربي بالاختراق وعمل عمليات الهاكرز لبعض المواقع فهو بالقطع قد اتقن فنون الحاسب لدرجة انه عارف بعد الثغرات في البرامج الهمة بما اعطى له القدرة على الدخول لهذه البرامج والتلاعب فيها اما بالتخريب او لاثبات قدرته لاصحاب هذه البرامج انه اقوى منهم وبالرغم من فرحتنا بقدرة الشباب على التحكم في الحاسب والبرامج العملاقة واكتشاف الثغرات الا انهم لا يستفيدوا من هذه القدرة لبناء برامج عملاقة تفيد المجتمع وتضر دخل كبير على البلد كما يفعل شباب الصين والهند نتمنى لشبابنا كل التوفيق والعمل الجاد اخر تعليق من كينغ 5 ستارز بيقول الشباب العربي بيعتبر من اذكى الشباب على مستوى العالم لكنه بيحتاج الى الاهتمام والرعاية واعطاء الفرصة اللي بتساعده على ذلك بدليل قدرته على المعرفة واكتشاف الثغرات الموجودة في البرامج والمواقع الاستفادة من الشباب كثيرة بالاثبات والتفوق في استخدام الالكترونيات والبرامج والحاسب الآلي والمواقع التي تفيد الوطن والمجتمع دي كانت مجموعة من تعليقاتكو على سؤالنا اليوم على صفحتنا على الفيسبوك نتمنى تشاركونا دايما على مدار الحلقات القادمة بكده نكون وصلنا لاختام حلقتنا من تيكنو نايل لكن في الختام تأرير عن روبوت إيراني بيعمل به تطبيقات إسلامية نتابع المزيد عن هذا الروبوت وألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله علم الروبوتات من العلوم التي تشهد تطورا سريعا في العالم كله ويلقى اهتماما من المتخصصين وغيرهم فلا تتعجب عزيز المشاهد وأنت ترى هذا الروبوت فإنه الروبوت المصلي قام باختراع الروبوت مدرس قرآن إيراني يعمل بمدرسة ابتدائية ويدعى أكبر ريزاي ويبلغ من العمر 27 عاما وقد تلقى ريزاي دروسا خصوصية في علوم الروبوتات لتساعده على اختراعه وهو عبارة عن روبوت يصلي أمام الأطفال وبذلك يقوم الأطفال بترجيد آيات القرآن ورائه والصلاة مثله ووجد ريزاي أن هذه طريقة جاذبة للتلاميذ لتعلم الصلاة ويقول إن الفكرة واتته حينما رأى طفلة صغيرة تراقب وتقلد بشغف روبوت يرقص ويغني وقام ريزاي ببناء الروبوت المصلي في بيته حيث يقوم الروبوت بالوقوف وتلاوة القرآن ثم ركوع والسجود أي أنه يقوم بكل حركات الصلاة وتلاوة القرآن بصوت واضح وجميل مما يكذب انتباه الأطفال ويضيف ريزاي أنه بالنظر لوجوه هؤلاء التلاميذ الصغار ورؤيته منتبهين وسعداء وهم يتابعون الروبوت يصلي يقول إن التقدم التكنولوجي في مجال علم الروبوتات يمكن استخدامه في نواحي الدينية ويأمل ريزاي أن يبتكر عدة روبوتات أخرى تساعد المدرسين في تعليم الأطفال الدين بشكل مبسط وجاذب ومن إيران نذهب إلى اليابان حيث حول بعض العلماء ما كان يعتقد أنه خيال علمي إلى حقيقة حيث توصلت مجموعة من العلماء الفرنسيين وآخرين يابانيين بمع التكنولوجي روبوتات إلى روبوت يمكن التحكم فيه عن بعد وهذه المرة ليست بجهاز يمسك باليد وإنما عن طريق الأفقار أي أن روبوت ينفذ الأوامر التي تفكر فيها وذلك بتقنية خاصة ويقول علماء يابانيون أن هذا النوع من روبوتات يمكنه أن يساعد في الكوارث حيث من الصعوبة على الإنسان التواجد في هذه الأماكن ولم ينسى العلماء كارثة المفاعل النوع الياباني فوكوشيما حيث أن روبوتات لم تكن مفيدة أثناء هذه الكارثة ولكن مع التطور السريع جدا لروبوتات يتوقع العلماء أن تقوم بالمهام الصعبة والتي لا يتخيلها أحد في حالات الكوارث والأماكن الخطيرة جدا والتي من الممكن أن تعرض الإنسان لفقد حياته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة